والمزيد حول المساعدات التي استقبلها مطار العريش والقوافل التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح البري يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة لما يحدث هنا في محافظة شمال سيناء وتحديدا معبر رفح المصري ومدينة العريش حيث اليوم الثاني للهدنة التي أطلقت بالفعل منذ أمس في السابعة صباحا والتي بدأت بدخول عدد كبير من الشاحنات اليوم الثاني أيضا دخل عدد كبير من الشاحنات ولكن ليس كل الشاحنات التي تدخل بالفعل إلى قطاع غزة تدخل هذه الشاحنات إلى قوات الاحتلال في معبر العوجة ثم بعد ذلك يتم تفتيشها على مدار وقت طويل جدا قد يأصل في بعض الأوقات من بداية من 12-12 ساعة حتى يوم كامل يتم تفتيش هذه الشاحنات لذلك العدد بالأمس دخل أكثر من 130 شاحنة إلى قطاع غزة في حد ذاتها أما اليوم دخل 200 شاحنة حسب الاتفاق ولكن ليس كل الشاحنات بالطبع دخلت إلى الناحية الأخرى أما بالنسبة لشاحنات السولار والغاز وهما الأهم في هذه الأيام في فترة الهدنة دخل الأمس سبع شاحنات من الغاز والسولار واليوم أيضا سبع شاحنات أخرى دخلوا بالفعل منهم أربع شاحنات للغاز وثلاث شاحنات للسولار حسب أيضا مصادرنا هناك في قطاع غزة دخل إلى شمال غزة على الحواجز التي وصلت إليها قوات الاحتلال أو نقطة التماس أكثر من 70 شاحنة ولكن قوات الاحتلال تمنع أو تعرقل دخول هذه الشاحنات على قدر المستطاع من المفترض حسب الفصائل الفلسطينية أن تسمح قوات الاحتلال اليوم بدخول 30 شاحنة إلى شمال قطاع غزة أما بالنسبة لصفقة تبادل الأسرة فنتحدث عن أن بالأمس تمت بالفعل أما اليوم فعرقلت قوات الاحتلال أيضا هذا الأمر وتعللت بأنه لأسباب فنية منعت خروج الأسرة الفلسطينيين من سجون قوات الاحتلال وبالتالي ردت عليها الفصائل الفلسطينية وتحديدا حماس بأنها أيضا ستؤخر إخراج المحتجزين لديها حتى تلتزم قوات الاحتلال بشروط الهدنة وهي خروج الأسرة الفلسطينيين الأقدم أي منذ زمن طويل وليس الأقرى والذي تم احتجازهم أو تم أسرهم قريبا وأيضا بسبب تعطيق قوات الاحتلال لهؤلاء الأسرة وهذا بالطبع لا يمنع أيضا خروج العلقين من قطاع غزة داخل محافظة شمال سيناء وليعادوا إلى أراضيهم برغم قصوة القصف العشوائي للإحتلال إلا أن الفلسطينيين قرروا أن يعودوا مرة أخرى إلى أراضيهم في الناحية الأخرى